وسط القصف الإسرائيلي غير منقطع يعيش الفلسطينيون في غزة أوضاعاً إنسانية كارثية في ظل نقص الغذاء والدواء ويواجه الأهالي في القطاع شبح الشتاء القارس مع غياب كامل لوسائل التدفئة وانتشار الأمراض خوف وجوع أضيف إليه برد الشتاء القارس مأساة متكاملة يعيشها سكان غزة منذ نحو ثمانين يوماً في ظل قصف إسرائيلي لا يرحم صغيراً كان أو كبيراً رجلاً كان أو امرأة هنا غزة حيث المكان الذي لا يشبه مكاناً في العالم في ظل نقص الغذاء والكساء والنعدام الأمان لقد وصل فصل الشتاء ببرده وسقيعه والعديد من الأباء والأمهات غير قادرين على العثور على ملابس وحذية لأطفالهم الصغار في غزة المحاصرة إحنا هلقيت حياتنا مأساوية جداً إحنا هلقيت دخلين على الأربعينية وإحنا كنا جايبين معانا أواعي صفية لأولاد طبعاً فيش لا أواعي ولا في حاجة ألبسها للأولاد طبعاً بروح على السوق إني أدور فيش ولا أي شيء حتى الأواعي المستخدمة فيش مش موجودة العدوان على غزة والذي يتواصل منذ أكتوبر الماضي أدى إلى الحد بشكل كبير من عدد الملابس التي يمكن دخولها إلى البلاد مع بدء درجات الحرارة في الانخفاض حيث أغلقت إسرائيل القطاع احتلال فرض علينا تهجير قصري تركنا بيوتنا كاملة وتركنا أملاكنا والآن نعيش بخيام من نايلون إحنا وأولادنا ونحن ملوك في بيوتنا اليوم أصبحنا أزل عايشين في شوارع نلتخط الملابس القديمة لأولادنا نكسيهم من برد الشتاء ومش عارفين إيش نعمل في الحال وإلى متى هذا الحال وإلى متى هذا الحصال وفقاً لأصحاب المتاجر المحلية هناك طلب كبير على الملابس المستعملة ولكن الفلسطينيين لا يمتلكون إلا القليل من المال لدفع ثمنها قبل الحرب كان فيه إقبال بس مش بالشكل الآن حكم الحرب والناس اللي تهجرت من غزة بشكل عام فصار عندنا اقتضاد في دير البلح الاقتضاد أجبر الناس على أنها تتسير فيه إقبال على محلات البالي أكثر من المحلات الرسمية لأنه الناس محاش مصاري فلوس محدوداً لمحا لأن حتى الآن تقريباً رواتب منازل الشلة شهر يعني إنها تلس شهور في الحرب وقد نزح حوالي مليون وتسامئة ألف فلسطيني بسبب الصراع والطر العديد منهم الآن إلى العيش في الخيام إلا أن رياح الشتاء وأمطاره باتت تحاصر لاجئين في الخيام وسط نقص حاد في كافة مقاومات الحياة من أدوات التدفئة والوقود